على طول الشريط الحدودي بين أقليم كردستان وتركيا يفضل سكان نحو 500 قرية البقاء بعيدين عن منازلهم وحقولهم لأن العيش تحت رحمة حزب العمال الكردستانية أمر لا يحتمل تلك القرى تحولت إلى مناطق ينطلق منها الحزب لتنفيذ احتداءات داخل الأراضي التركية ويشعل أزمات دولية بين العراق وجيرانه كما يخرب حياة آلاف الأكراد العراقيين إشوان عبدالله الذي يعمل مدرسا في دهوك بعد أن ترك قريته المطلة على سفح جبل متين القريب من الحدود التركية يقول لصحيفة العرب الجديد أن العيش بلا قانون أو نظام يمكن أن يكون متاحا إذا توفرت الرحمة لكن هذا الأمر غير متوفر في المناطق التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني فالغاية لديهم تبرر الوسيلة عبدالله الذي فقد ابن عمه على يد مسلحي الحزب بعد اتهامه بالعمل لصالح قوة الأسايش التابعة لأربيل أن المناطق التي يسيطر عليها الحزب تخضع لمزاج مسؤول المنطقة في العمال ويقول الأهالي أن هناك أحكام عرفية وأتوات تأخذ من الناس بحجة دعم القضية الكردية كما يجري خطف الشباب والتحقيق معهم وسماح بالتعادي على أملاكهم واتخاذها مواقع صد في المواجهات مع القوات التركية يقول هؤلاء أنه لم يعد المدنيون يموتون جراء القصف التركي لأن السكان أصبح لديهم استشعار علي إذ يتركون منازلهم مع دخول مسلحي حزب العمال كون وجودهم يعني أما إنزالا جويا تركيا أو قصفا أما الطامة الكبرى فهي أن بعض عناصر الحزب صاروا موجودين داخل الفصائل المسلحة والمنظوية في الحجر الشعبي وهذه تعتبر واحدة من نقاط الضعف التي تجعل الحكومة العراقية عاجزة عن مواجهة عناصر العمال كما في المواجهات الأخيرة التي شهدتها مدينة سنجار حيث يفرض الحزب والفصائل سيطرة تعزل هذه المنطقة الاستراتيجية عن سيادة العراق وتعيق عودة عشرات آلاف النازحين ترجمة نانسي قنقر